اشتركوا في القناة انت ليه مش على الهوى يعني كل ما روح مكان وكل ما قابل حد وكل ما حد يكلمني وكل ما حد يبعاتلي على المسنجر ولا على الواتساب ولا انت ليه مش على الهوى يعني فانا هرجعت على الهوى لحضراتكم بعد اجازة الصيف وان شاء الله نبدأ موسم رائع كما اعتدنا شعاروا ان كلمة الحق دائما هي التي تسود الحقيقة وانا جاي قابل بتكلم في الحوادث الطبعية بتاعتنا يعني لفت نظري فوز تونس النهاردة 2-1 في الماتش التاني بتاعها على مين يا جماعنا مش فاكر في الماتش التاني بتاعها جنبيا على جنبيا في تصفات كاس امم افراقي ومحمد علي من رمضان عامل جول وجايب الجول في اللحظات الاخيرة من المباراة هدف الفوز يعني اللي كسب تونس المباراة التانية عشان تحصل اقل جول من رمضان اوه بص جول من رمضان الصفقة المنتظرة في النادي الاهل الصفقة الجملي يعني انا دايما اسمع الناس يقولك اللحمة الجملي دي جملي يعني بتاخد وقت في السوا الاهل الصفقاته دايما جملي بتاخد وقت كبير جدا في السوا جدا يعني شو من رمضان ده بالنا دي بنتكلم يعني عيش بزيح ايه يعطيها طلاة كده لو بس هو وجيه الاهلي بس هو قد افتيكر كده من ابدئه الاهلي بيتكلم ايه يعطيها طلاة لغات ما خلص تقول يا خبر جبل وتشال من عليك تافي محمد علي بن رمضان ايه الناس بقى هاجد جدا خصوصا في ظل حاجتين حصلين اخر 24 ساعة اول حاجة في اتهام ان فيه ليجان اشتغلت اخر 48 ساعة معرفش الليجان دي ايه عشان تقلل من المستوى الفني او يعني انه عادي محمد علي بن رمضان يعني على اعتبار ان الاهلي مش عارف ينجز الصفقة فيبقى يعني لعيب في الاخر يعني اه كويس بس نعرف نجيب غيره يعني ان فيه ليجان بتحاول تهمد من قناعات الجمهور بمحمد علي بن رمضان والكلام ده اللي مش انا اللي بقوله الجمهور اللي بقوله يعني تاني حاجة التصريح متاع كابتن محسن صالح واروني كده يا جماعة تصريح كابتن محسن صالح عمل تصريحين تلاتة امبارح بصوا بقى بصراحة لوس اللوس 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 كابتن محسن معرفش اللي بقرق بالنادل قالي بدي تصريحات عجيبة جدا تلات اربح تصريحات امبارح بس ده عجبني بصراحة بص بقى سيدي كابتن محسن قالك الفرقات الفنية بين محمد علي بن رمضان واللعبين الموجودين في مصر مش كبيرة واذا كانت كبيرة فمش هيجي اللي هيخلي ييجي هو عارف ان الامور قريبة عشان كده ما بيمنعش انه يجي يلعب في الاهل واني كده في تصريح تاني عندكم عشان كده ما عندوش مانع انه يجي يلعب في الاهل ليس هناك فرقات اللي فات كان يلا كرة ده كرابية ليس هناك فرقات فنية كبيرة بين محمد علي بن رمضان وبين اللعبين الموجودين في مصر طب انا بنلاع عليكم اعمل ايه اخبط رأسي في الحياطة بتاعت الستوديو بعد ما عدت اسبوعين اجازة ولسه راجعة اخبط رأسي في حياطة الستوديو كابتن محسن صالح طبعا مدرب قدير وراجل فني عظيم وانا بقدره عن مصرح الشخصي وصديقي يعني بصه تاريخي بالنسبة لان اعرف كابتن محسن من عشرات السنين بس تصريح مزهل بالنسبة مزهل رئيس لجنة التخطيط في النادي الاهلي السابق اللي سمه كانه من كم يوم بعد تفاوض مع محمد علي من رمضان وفي وجوده الاكتر من شهر ودلوقتي الشهر التاني هيخلص اوه لما ميشي يعني احنا بقلنا شهرين تلاتة من رمضان مش كده فعشان كده قال لك خلاها اليناير عشان تبقى جملي الجملي هو الايلي كده ان ما كانتش الفرخة تبيض البيضة بعد ميت حزقة ما تبقاش صفقة ياهلوي احنا تعودنا بالايلي على كده لازم تقعد تحزق الفرخة وتحزق عشان البيضة تنزل لكن تنزل كده بانسيابية لما كابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط الذي اولا تتولد عنده القناعات بضم اللعب اي لعب جديد لبناطي الاهلي لازم رئيس لجنة التخطيط الا اللجنة الفنية يعني يبقى عنده القناعة باللعب عشان يبقى فيه حمية التفاوض يا امير متحذرشي الوقت كويس عايزين نهنجز دي الحمية لا امير توفيق يعني ما يكون انت مقتنع وان رئيس اللجنة الفنية او التخطيط باللعب ومقتنع بيعمل كده يا امير فين يا ابني انت مش قلتيني مبارع ده كابتن محسن رأيه انه زي وزي الموجود يعني زي كريم ندفد زي اي حد خلص يعني ما قصدش كريم تحقي اي حد يعني في الخلوص الملعب يعني امتكلم كريم ندفد على اعتبار انه تمانية يعني رأي مذهل يعني هو مختلف مع كولر في الصفقات عشان كده مفيش الحمية كولر مترجمه قال انه هو اهم صفقة عنده في الليلة دي كلها الاول محمد علم الرمضان المترجمه قال كده الجوادي الجوادي يا جماعة كشف المسطور جوادي جاب كده لورقة التوت اللي هي بتسطر يعني جسد غرفة ملابس وفريك كرة في الالي واسقطها خلص شايفين كل حاجة عادي انه تفرد كلنا انا مورقة التوت بتسقط الناس كلها بتنص جاردي فالجوادي يعلنه كده انه اهم صفقة عنده كولر واللي هتصبط له الفرقة ونص الملعب يفرق معاه فنيا جدا محمد علم الرمضان كابتن محسي بقول لها تلعيب عادي مش عادي زي الموجود وإلا اللي يخليجي من اوروبا يعني يلعب في لها كيدنا الاهلي ده مثلا نادي صغرنا نادي صغير تصريح مزهل ازهلني في حاجتين انه اولا مواضح ان الكابتن محسن مش متحمس لصفقة محمد علم بن رمضان غير كولر اللي متحمس لها تلات تلات تلاف المية تاني حاجة يقول لك وإنه يجيبه من اوروبا بلعب في الاهلي وفي اوروبا فين يعني يا كابتن محسن يعني هو بلعب في الدورة الالمانية مثلا يعني بلعب مثلا في بروسيا دورتمونت هل بلعب مثلا مثلا يعني في أتلاتكو مدريد في اسبانيا او في ختافي حتى هل بلعب مثلا مثلا في مارسيليا في فرنسا في الدورة الفرنسية هل بلعب مثلا مثلا يعني مثلا في فاستونفيلة في انجلترا بحبش يجيبها ديت القمة يعني هل بلعب مثلا يعني في فرنتينا في ايطاليا مش دي الخمس اقول لك اه هيسيب معقول مع ان في لعبة سايبة ده وراح تانيها تاني هقولوكو الوداد دلوقتي هقولوكو الوداد دلوقتي مين ساب وراح للوداد وقدر الوداد يخطفو السنة بنية التجديد سنة كمان فرود جامد جدا هتشوفو دلوقتي هتقولنا بتاع الوداد في ناس بتعرف تعمل كده قدرت تعمل كده اهو في الجول اللي بيقول نادي الوداد يحصل على توقيع بين يونج لعب الميلان وامبولي السابق لمدة موسم واحد مع امكانية التجديد العام اضافي قال لا وودا العالد كتفنو وحيقول العالي بتفوت يعني والوداد دفع فيها عشرة مليون يورو مسلا هتقولي تفاصيل كده في مواقع الوداد كده يا جماعة والمغرب تفاصيل القصة دي عشان نشوف الوداد بيدفع كم ده كل صفقة يقولك اصل المغرب لانديها المغربية بتدفعش زي انا قال لي منينا بكتير عشان كده الناس تحب تحترف عندنا ما تروحش المغرب طبعا يزين نشوف الصفقة دي بكام والوداد هارف يجبها بكام فدول حاجتين ازهلوني في تصريح الكابت المحسن صالح مزهل ان الكولر رقم واحد عنده من رمضان هو قال كده مترجمه ولا قال كده احنا بنفتيش وان الكابت المحسن يقولك لعيب لو جه لو هو يعني الفروقات الفنية بينه بين اللعبة بتاعتنا مش عادية يعني متساوية تقريبا ولا ما كانش جاء عندنا كان تكمل في قرب ايه بوفنا ده في نادي مجري دور المجري احنا حسن منه سنان الاهلي لا يقارن بالنادي بتاعه المجري ده معرفش انت اسمه يعني لا يقارن ومشان اللي بقول العالم كل اللي بيقول والسوشيال ميديا اللي بتقول مشان اللي بقول يعني هو لما يجي النادي الاهلي اسمه يكبر عمدقالي بالرمضان غير اللي هو موجود في النادي المجري فيش مقارنة اساسا بالاهل والنادي بتاعه الماجري ده اصلا يعني فالجمهور بعد محمد علي بن رمضان هتولي كده التويتات بسرعة عمل التويتات هو مش عاجبه انه انه يعني قالك ان اخر 24 48 ساعة بيهدوا في الصفقة قولك ده العيب عادي وبعدين فجأة الجمهور بقالك لا جايب جوني النهاردة فين صفقت بن رمضان بص يا فدم كده ريد نايت بيقول مصدر من الاهل ينفي اجراء مفاوضات مع انتبع ان ده بيهزر يعني مع نادي فرينكا فراش اسمه المجري لضم التونس محمد علي بن رمضان ويؤكد ان كل مادار خلال الشهرين الماضيين هي من الاحلام اضغط الاحلام بيهزر يعني ده ترند اهلاه بقول محمد علي بن رمضان اللي ما يختلفش عن اللعاب اللي عندنا كتير اهو تسبب في الهدف الاول لتونس وسجل التاني طبعا بيابل اسقاط على تصريح كابت المعاصم غيره ياسين كريم بيقول بعد الهيسة الكبيرة على محمد علي بن رمضان ماتش جنبي اللي شغلت دلوقتي تاني ماتش اشوف من رمضان وان كان ده مستوى الطبعية فالحمد لله ان الصفقة بازت بس بامانة احنا عندنا لجنة كورة وتخطيط وسكاوتينج عاوزين ضرب النار في اختيار اللعابة والتخطيط لمستقبل النادي في الكورة على القلب الناس مش عاجبها بتعمل اسقاطات احمد عبدو بيقول انا بطالب مجلس الزمالك كله عامة وحسين لبيب وهاني بارزي خاصة يفاوض محمد علي بن رمضان عشان الكابتن خطيب وامير توفيق يجبوا الالي بسرعة عشان شكلهم مش هيخلصهم معاه الا لو الزمالك دخل في الصفقة طفح الكيل غيره ده اسمه ده بالي اللي فهمتوا من تصرحات كابتن محسن صالح لما تسأل عن محمد علي بن رمضان انه عادي يجي وعادي ما يجيش انه لو جيه بقى اقل من انه يكمل فوق ربا انه لو مجاش يبقى اعلى من انه يجي الاهلي من هنا بعلن اختلاف الكامل مع كل ما سبق لانه لعب داول وموهبة كبيرة وقو ربا يا كابتن مش هحسن من الاهلي غيره البهز بيه بيقول ابرز تصريحات الكابتن محسن صالح امس محمد علي بن رمضان اللعيم للأسف مش مزيان حتى لو راحب مدرمان مش هيقدر يجري غير بحصان انا لو في لجنة التخطيط زي زمان ما كنتش طعا قطم على وحروح اللومان عاوزنا نرجع زي زمان قل للزمان ارجع يا زمان بس كده دا زي البهز يمي ما بيكتب كده يعني اسامة او معرفش وبيب اسكتها كابتن محسن صالح انا كابتن محسن بيحب يكتب حاجاته على السوشيال فيها ساجع يعني اسامة سعيد بيقول ابننا محمد علي بن رمضان يسجل الهدف التاني لتونس يعني فيه ناس في الاهليوية اعتبروا بنهم صالح محارب بيقول اقدم لكم محمد علي بن رمضان التمانية اللي بيعمل شغل لتمانية وستة في نص الملعب والبلايميكر والشادو سترايكر وكابتن الخطيط بيتفاوض فيه من سنة 2019 وموقف الصفقة وموقف الصفقة على 200 الف دولار فانا جبتلكم نمازج من الصخط صخط يعني الغضب مبسوطين انا جبتلكم هتقول لي كده للخبر بتاع نيانج في الوداد ده لعيب كان بلعب في اكبر انديت اوروبا وانتقل الوداد على فكرة انتقال حر يعني ممكن تلاقي ايهو اهو نادي الوداد يحصل على توقيع بين نيانج لعب ميلا وامبولي السابق لمدة موسم واحد مع امكانية التجديد اللي عام اضافي محمد علي بن رمضان مفيد للنادي الاهلي ده اللي قاله كولر عن طريق مترجمه كابتن محسن صالح قال كلام مؤثر على محمد علي بن رمضان ترجمة نانسي قنقر